لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريبا سلسلة كتب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب النواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافيا علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية ملايات نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي طلبة الطلبات السنوية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 40 صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء صباح الخير على كل مدرس الجغرافيا على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة من السنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال النهاردة هيكون أستاذ الجغرافيا معنا في ضيافتنا مستر خالد وصمان صباح الخير مستر صباح حبيبي شرفنا وتشرفنا كالعادة ولو عندك أي تساؤلات أو توجيهات للطلبة بتاعتك قبل ما تبدأ الحلقة إن شاء الله تبقى سنة جميلة وسنة سعيدة على كل الطلبة تبقى سنة كلها خير ونجاح وتفوق بس هي النصيحة اللي احنا دايما بنقولها للطالب في البداية كده إنه لازم هيذاكر يحل كتير تدريبات كتير عشان دي سنوية عامة مهمة وسنة مصيرية فالواحد يحل ويتدرب ويكون عنده كده ربط بين المنهج والخريطة دايما بإن الأسئلة كلها تبقى مرتبطة بالخريطة وده هنشوفه النهاردة في حلقة النهاردة إن شاء الله طبعا هنتكلم عن إيه النهاردة؟ النهاردة هنتكلم عن العاصمة طبعا وهنتكلم عن قلب الدولة وهنتبق على الخريطة خريطة العالم السياسية وهنتبق مجموعة من الأسئلة إن شاء الله في الجزء ده جميل حلقة موفقة إن شاء الله بس إن شاء الله احنا طبعا النهاردة هنتكلم عن العاصمة وهنتكلم عن قلب الدولة واحنا بنكمل بقية المنهج مع بعض فاحنا بنقول ان يعني ايه كلمة عاصمة فبلاقي ان العاصمة هي اهم مدينة دي اهم مدينة في الدولة يعني اي دولة دي بالنسبة لها هي اهم مكان اهم حاجة طب انا بسأل نفسي سؤال هي ليه اهم مدينة هي ليه دايما دي اهم مدينة اهم مدينة عشان فيها كذا حاجة انها مركز حكم ان فيها الحكومة ورئاسة الحكومة فعشان كده دي مهمة الحكومة موجودة الحكومة بكل هيئاتها بكل الوزارات موجودة جوا العاصمة ورئاسة الحكومة كمان السلطات التلاتة السلطات التلاتة اللي هي التشريعية التنفيذية القضائية وطبعا السلطات التلاتة دول التشريعية اللي هي مجلس النواب ومجلس الشيوخ بفرعيها وطبعا السلطة التنفيذية اللي هي الوزارات ومجالس المدينة والمحليات والمحافظات المختلفة وعند السلطة القضائية التلتة كمان احنا جوه العاصمة بلاقي ان العاصمة فيها السفارات التلاتة الصفرات التلاتة أو الصفرات اللي موجودة جوى الدولة عموماً دي موجودة جوى الدولة والصفرات دي عبارة عن ممثلين للدول الأجنبية جوى العاصمة من ضمن الحاجات المهمة اللي احنا شايفينها في الدولة ان ممكن كمان ألاقي الشركات القومية والدولية متركزة في المكان دا يبقى دايماً العاصمة هتبقى هام مدينة جوى الدولة لأن العاصمة فيها كل شيء مهم جوى الدولة الحكومة والرئاسة والسلطات الشركات الكبيرة السفارات الأجنبية ممثلين الدول الأجنبية الوزارة الخارجية بالنسبة لنا يعني مقر الحكم معموماً هيبقى العاصمة مقر كل شيء مهم جوى لإيه؟ جوى العاصمة طالما احنا متفقين أن العاصمة هي أهم مدينة يبقى دايماً لما هيجوا ينقوا مقر العاصمة أو المدينة اللي يعملوا فيها العاصمة هيكون دا بعناية كبيرة جداً وباهتمام كبير جداً موقع استراتيجي طبعاً طبعاً لازم تبقى موقع مميز لكل دولة طب هم ينقوا العاصمة بناءً عليهم يعني أنا دلوقتي عايز أقول طيب إحنا شايفين أن العاصمة مهمة طب إيه أهمية العاصمة؟ فلقينا أن هي مركز للحكم والإدارة وطبعاً دي بين في الكلام اللي أنا قلته دا كله أن الحكم هيكون فيها والإدارة هتكون موجودة فيها يعني دايماً الحكومة والإدارة والناس اللي بيدير الدولة كلها موجودة في المكان دا عشان كده شيء مهم جداً وهم بيسيطروا على الدولة أو بيسيطروا على إدارة الايه؟ الدولة فبنقول دايماً على أن العاصمة في لفظ كده كتبينوا عندنا في المنهة يقول لك ظابط إيقاع الدولة هي بتضبط الإيقاع بتاع الدولة وهي اللي بتحرك كل الأمور داخلها فيه كمان وظيفة تانية أو حاجة مهمة جوة العاصمة تانية إنها مركز للقوة والسلطة يعني الأمور السلطة وقوة كلها متركزة في العاصمة سيطرة على الوزارة الدفاع والجيش والشرطة وكل مناحي الحياة والقوة كلها والباور والقرارات كلها طالع منين؟ من العاصمة كمان العاصمة مركز ثقافي فلما نقول إنها مركز ثقافي طبعاً الإعلام الجامعات المهمة اللي موجودة عندنا داخل الدولة المسارح السينيمات المكتبات المهمة كلها موجودة جوه العاصمة وده مش موجود بس عندنا في مصر يعني أي دولة في العالم هنلاقي إن العاصمة فيها شعلة الثقافة وكل شيء يكون جوها حتى إحنا عندنا في مصر زمان كانت العاصمة السكندرية أيام البطالمة واليونان فكان فيها جامعة السكندرية كانت هي مركز العلم في العالم كله دلوقتي إحنا عند القاهرة العاصمة هتلاقي إن أقوى الجامعات اللي في مصر موجودة فين؟ في العاصمة اللي هي القاهرة مركز حكم ومركز إدارة مركز قوة وسلطة مركز ثقافي يبقى أنا كده عندي العاصمة بتقوم بتلت وظائف كمركز يعني بتلعب ثلاث أدوار إنها مركز ومركز ومركز لثلاث حاجات العاصمة كمان حلقت اتصال بين الدولة والعالم يعني العاصمة هي اللي بتربط بين الدولة نفسها وبين العالم طب هي تربط أزاي بين الدولة والعالم هتربط بين الدولة والعالم عشان الجملة دي موجودة جواها اللي هي الصفارات الصفارات تمام يبقى أنا كده السفارة هتبقى هي الوسيط اللي هيربط بين الدولة وبين دولة تانية يعني مثلا على سبيل المسائل سفارة فرنسا يبقى سفارة فرنسا دي همزة واصله حلقة اتصال بين الحكومة المصرية اللي موجودة هنا وبين دولة فرنسا أي علاقات تجارية علاقات اقتصادية علاقات سياسية يبقى السفير ده بيعمل عملية الترابط ما بين الاتنين نقطة كمان ان العاصمة هي ملتقة طرق النقل والمواصلات يعني ايه ملتقة طرق النقل والمواصلات يعني انا دلوقتي المكان السنتر اللي بيمر عليه كل خطوط الطرق سواء طرق برية سكك حديدية طرق نهرية اذا كانت الدولة فيها انهار هيبقى هو العاصمة فانا مثلا على سبيل المثال عندي في مصر الاقي ان القاهرة السك الحديد الطرق الدائرية الطرق السريعة في صورة في الطرق والكبار والنقل كله لازم يعدي على العاصمة لان ليه طبعا ليه هيعدوا على العاصمة عشان العاصمة فيها كل حاجة فاللي عايز يمر بامور سياسية عايز مصالح اقتصادية مصالح صناعية مصالح صحية هيجي العاصمة فبالتالي دايما هنلاقي طرق سريعة سكك حديدية متر انفاء حتى المطارات الكبيرة هتبقى موجودة في العاصمة يبقى كده لما واحد يقول لي ايه اهمية العاصمة يبقى انا عندي الخمس حاجات دولة طبعا احنا في النظام القديم او للطلبة الازهرية الموجودة هيبقى السؤال مباشر بما تفسر العاصمة مهمة للدولة لا يمكن الاستغناء عن العاصمة ساعتها بديله الخمسة دولة لكن مع النظام الجديد احنا مش هيجينا سؤال بما تفسر بس ممكن يجي مثلا يقول لك ايه العاصمة تقوم بدور كمركز لي ويديني اختيارات يبقى انا هختار واحدة لو كاتب لي حكم وإدارة يبقى صح لو كاتب لي قوة وسلطة يبقى تمام مركز ثقاف برضو في النظام الجديد اللي هو بيعتمد على اسئلة الصحة وغلط يبقى انا ما اقول دلوقتي العاصمة يشابهها في الاهمية مدن كثيرة داخل الدولة يبقى العبارة غلط لاني مش هيشابهها لان العاصمة مميزة بحاجات معينة لا تهتم العاصمة بالسفارات الاجنبية لا تهتم فيه ربط وفيه علاقة وفيه اتصال تهتم الدول بنشقة العواصم طبعا تهتم لان العاصمة بتقوم بأدوار مهمة جدا والعاصمة بالنسبة لي هتبقى مهمة جدا طالما اتفقنا على الحتة الاولانية ان العاصمة مهمة وان العاصمة بتلعب دور رئيسي جوا الدولة يبقى لازم نشوف كل دولة اختارت العاصمة ازاي وهل الدول لازم كلها تتشابه في اختيار العاصمة يعني مثلا الدول اختاروها عشان في موقع وسط يبقى لازم كله بيختار بنفس الطريقة هل كله هيختار بنفس بالاهمية التاريخية لا طبعا كل دولة ليها ظروفها كل دولة ليها خصائص الثقافية بتاعتها والسياسية ليها ولها تاريخها في دول بتبقى دول قديمة دول قديمة دول تاريخية قديمة زي مصر زي العراق زي ايطاليا زي فرنسا بريطانيا وفي دول جديدة لسه نشأة من 200 سنة 300 سنة 500 سنة زي الولايات المتحدة الامريكية استراليا قارة الامريكية الامريكاتين وكما نقول لهم عشان كده احنا لما بنبدأ نشوف احنا هنختار العاصمة ازاي هنلاقي ان في عوامل اختيار العاصمة مختلفة وفي اسباب لاختيار العاصمة مختلفة بمعنى ان انا عندي حاجة اسمها عوامل اختيار العاصمة ممكن ان تبقى عوامل اختيار العاصمة ممكن نسميها اسباب اختيار العاصمة ممكن اقول بدل اسباب اقول شروط اختيار العاصمة احنا بدي اختار العاصمة بناء على ايه فانا بختار العاصمة واحد ممكن اختار العاصمة عشان العامل التاريخي يعني ايه انا بختار العاصمة عشان العامل التاريخي يعني أنا جيت عايزة اختار عاصمة فقدامي مدن كتيرة جوا الدولة طب هنقل المدينة دي ليه؟ نقيتها عشان المدينة دي المدينة دي اللي هعملها عاصمة يعني أنا هعمل المدينة دي عاصمة مدينة تاريخية مدينة لها أهمية تاريخية ممكن واحد يقول لي طب أهمية تاريخية تساوي كلمة أهمية حضارية ليها حضارة وليها تاريخ وليها تأثير طبعا طب هل في العالم فيه كلام زي كده؟ آه فيه في العالم كده مدينتنا وعاصمتنا القاهرة ده نموزج في مصر طبعا ومدينة باريس ودي موجودة في فرنسا وروما إيطاليا اللي هي موجودة في إيطاليا وممكن أنا طب أنا في النظام الجديد أو في طريقة الامتحان الجديد هو بيخرج بعنا التقليدية يعني هو خلاص كده هو إداني ثلاث أمثلة بس هل ما فيش في العالم مدن تانية تاريخية عملوها عاصم؟ لا فيه طب زي إيه مثلا؟ فأدور كده بالذاكرة ألا إن أنا درست في كتب التاريخ وهو ده بقى النظام الجديد إنه بيرجع ياخد من السنوات اللي فاتت إنت أخدت إيه؟ فمثلا بغداد بغداد دي مدينة تاريخية وفي نفس الوقت هي عاصمة دلوقتي دمشق اللي عاصمة سوريا نفس الفكرة لندن هي عاصمة تاريخية في إنجلترا يبقى أنا ممكن أبدأ أستنتج مدن تانية وده اللي هو إحنا بنلاقي في النظام الجديد يجيب لك إيه؟ أسئلة مبارا المنهج لا هي مش مبارا المنهج هي عبارة عن أمثلة أنت بتاخد نموذج وبتبدأ تدور على النموذج ده موجود زي وفيين تاني فأنا مثلا مثلا عندي مدينة لندن يبقى ديه في إنجلترا تنفع دمشق اللي هي في سوريا تنفع لأنها مدينة تاريخية طبعا مدينة بغداد في العراق تنفع يبقى أنا كده لقيت نفسي ده أنا قاعد أطلع مدن تاريخية كتير جدا وفي نفس الوقت هي تاريخية وأنا عرفت أنها تاريخية ليه؟ لأن هي نشأت كمدينة وحضارة من ألاف السنين فتبقى ديه مدينة تاريخية ده العامل التاريخي يبقى اختيار المدينة اختيار لأنها مهمة تاريخية وإحنا طبعا عندنا في مصر بنقدر القاهرة والقاهرة الإسلامية والأثار وإلى آخره عشان كده حتى لما جينا نعمل العاصمة الإدارية إحنا عملناها إدارية لكن ما استغنناش عن العاصمة الأساسية لأهميتها التاريخية فضلت زي ما هي وبس هننقل بعض الوظائف الإدارية وبعض الوزارات لإدارة الدولة في مكان إيه؟ في مكان جديد تخفيف الإزدحام ولأسباب تانية طبعا أمنية وسياسية وإلى آخره وبدأ عامل بعض الدول مشيت على عامل ده اعتبرته أنه هو ده هو ده العاصمة وده هم عامل بالنسبة لها في دول تانية قالت لك لا أنا همشي على عامل تاني خالص أنا لما هختار العاصمة أنا هختارها عشان حاجة اسمها سهولة الوصول يعني إيه؟ سهولة الوصول يعني العاصمة تبقى في مكان وفي موقع مميز جدا أقدر أوصله بسهولة طب وده مهم سياسيا مهم إداريا آه طبعا مهم سياسيا وإداريا لأن العاصمة دايما لما تبقى في مكان مميز تبقى قريبة من جميع أجزاء الدولة تقدر تتحكم فيها تقدر لو فيه اعتداء خارجي يبقى الجيوش تقدر تتحرك بسهولة جدا لو فيه أمر إداري كوارث طبيعية اللي هي اللجان الدفاع المدني تقدر تتحرك مطافي وإسعاف وإلى آخره لإنقاذ الدولة عشان كده دايما ده من العوامل المهمة برضو إن أنا موجة اختار عاصمة أختارها في مكان قريب من جميع أجزاء الدولة جميل وده يبان في دول كتير يعني في الحلقات اللي جاية أو في الحص اللي جاية بقى بتاعتنا هنلاقي إن الدول القوية الدول القوية هي دول دايما عاصمتها بتبقى في النص أو قريبة من جميع أجزاء الدولة أو تقدر تترابط مع الدولة ودي زي مين دي زي مين مين اللي عنده الميزة دي فرحة مين لي ثلاث نمازج قال لي أنا هديك ثلاث نمازج موجودة في العالم وزي ما اتفقنا نحن هناخد النمازج وهنلاقي ليها شبيه نظب ليها شبيه في العالم تاني النموذج الأول هي مدينة مدريد ومدينة مدريد هي عاصمة أسبانيا أسبانيا لاقي إن مدريد في النص يبقى كده الميزة الميزة اللي خلت مدريد تبقى سهلة الوصول إن مدريد موجودة في نص الدولة فتقدر توصل لكل الأماكن بسهولة خلاص يبقى دي كده نجحت في العامل ده وموجودة عندها العامل ده في دولة تانية عملت مدينة تانية زي مدينة الخرطوم السودان والخرطوم موجود في دولة السودان وهنا لما هم اختاروا الخرطوم عشان تبقى العاصمة اختاروا ليه السودان اختارة الخرطوم عشان عندهم نهر النيل فالخرطوم الخرطوم على نهر النيل يبقى الميزة اللي هنا اللي خلت الخرطوم تبقى سهلة الوصول وإيه إنها موجودة على النهر فالنهر هيساعدها في الاتصال جنوبا وفي الشمال يبقى ممكن أختار العاصمة تبقى سهلة الوصول لما تبقى في وسط الدولة وممكن تبقى سهلة الوصول إنها تبقى على نهر فالنهر هو همس الوصول اللي هيساعدها في الاتصال جميل بدا اتنين في نموذج ثالث سهل الوصول في نموذج ثالث زي نواكشوت ونواكشوت هي عاصمة موريتانيا موريتانيا تمام ودي موجودة على المحيط الأطلنطي تقول أطلاصي ما فيش مشكلة فبلاقي ان المدينة دي موجودة اللي هي نواكشوت على المحيط هتقولي طب ما هي كده على المحيط طب هتتصل بالدولة ازاي نواكشوت الطبيعة بتاعتها صحراوية وبالتالي معظم المدن بتاعتها أو بتاعت الدولة دي موجودة على السواحل يبقى كده هم هتصل بعض عن طريق عن طريق السواحل يبقى ده نموذج ثالث يبقى أنا كده كطالب قدامي ثلاث نمازج لسهولة الوصول نموذج سهل الوصول لأنها في النص وده ممكن أطبقه على مين عنده الميزة دي تاني مين عنده الميزة بتاعتها صحرة الوصول هلاقي مدن كتير زي أنقرة في عاصمة تركيا فيها صحرة الوصول هلاقي الرياض اللي موجودة في السعودية في النص يبقى دي مزايا يبقى كده هو عنده صحرة الوصول بس ما ألويش عليها بس لما بمسك الخريطة بيبدأ ألاقي في دول عاصمة في النص يبقى دي كلها تنطبق عليها المبدأ ده طيب بتاع اللي هو النموذج التاني اللي هو على نهر النيل قاهرة طيب ده هما قالوا إن القاهرة تاريخية فيش مشكلة بس القاهرة تنفع كمان تنفع صورة الوصول نهر النيل وإحنا طبعا عارفين نهر النيل ده وسيلة الربط بين شمال والجنوب في مصر وفي نقل نهري طيب دي ميزة تانية طيب النوع التالت اللي هو موريتانيا ونواكشوت وإلى آخره اللي هي دي ده نموذج تالت إن ممكن المدينة تبقى على الشواطئ وإحنا عندنا الضار البيضاء موجودة في المغرب بالنموذج ده وتونس عاصمة تونس موجودة بالكلام ده كله والجزائر عاصمة الجزائر وهكذا يبقى فيه نموذج تاني أو فيه نوع تاني ممكن نختار العواصم فيه اسمه سهولة الايه الوصول كده أنا عندي حاملين طيب فيه عامل تانية فيه عامل تالت والعامل التالت اسمه الحماية والدفاع يعني إيه الحماية والدفاع يعني ما بتيجي تختار عاصمة أنت بتختار العاصمة عشان تبقى في مكان يؤمن لها الحماية من الهجمات الأعداء طب في الحالة دي واحدة يقول لي طب ما انت كده لازم تخلي العاصمة داخل الدولة يعني ليست على السواهل يعني لازم يبقى ليها عمق جغرافي طب الكلام مظبوط ده كلام صح يعني زي مين فقال لي زي مثلا زي أنقرة كانت زمان العاصمة اسمها اسطنبول دي كانت على سواهل على السواهل عند مضيق قي البوسفور والدردانيل مع الدول الأخرى عند البحر الأسود لأن تركيا راح يتنقل العاصمة لجوه لتوفير الحماية عشان توفر الحماية لأن طبعا دايما ما بتكون العاصمة على السواهل ويبقى فيها هجمات للأعداء سهولة في اعتداء بالمراكب والمدفعية والاحتلال سهل جدا وده حصل لنا في الحملة الفرنسية لما كانت مدينة الأسكندرية على السواهل احتلوها بسهولة بس المجوم يخشوا العاصمة اللي هي ساعتها القاهرة قعدوا كذا يوم كذا أسبوع لأن بعيدة شوية بفيها مقاومة شوية ممكن واحد يقول حبا سيسلي كده يقول لي ايه طب ما ده عكس الكلام ده بتأسورة الوصول يعني نحن نختار العاصمة عشان على الساحل فيها سورة وصول ولا نختار العاصمة عشان جوه فيها عمق جغرافية بس هنا ما عندهاش بديل ما عندهاش بديل وكل دولة لها أولوياتها مضبوط أنا حر أختار العاصمة زي ما أنا عايز أختار العاصمة جوه ممكن يكون بعضة غارية بالنسبة لها مثلا هنا أختار العاصمة جوه أنا حر يبقى أنا أولوياتي تأمين ودفاع وإلى آخره أختار العاصمة على السواحل يبقى أنا أولوياتي زي ما حدتك بتقول علاقات تجارية وعلاقات سياحية وإلى آخره فأنا حر هتفاجأ طبعا إن القاهرة برضو فيها القاهرة فيها برضو الحماية ودفاع لأن القاهرة بعيدة عن السواحل بعيدة يعني أبعد أقرب مكان على ساحل الشمالي يعمل له 230-140 كيلو وفي مسافة كبيرة جداً يبقى كده القاهرة حتى هو ما ألهليش في المنهج هو الدهاني في المنهج عامل تاريخي بس أنا بتطبيق بتطبيق تفكير بقى الحديث بقى اللي هو بتاع النظام الجديد ده قدرت ألاقي إن القاهرة فيها زي زي الخرطوم فيها سورة وصول وإن القاهرة كمان فيها حماية ودفاع وده على فكرة كان السبب اللي اختاروا الفسطات زمان قبل القاهرة إنها تبقى العاصمة عشان كانت اسكندرية زمان العاصمة أيام الرومان والبطالمة فكان بيتعرض لهجمات كتير جداً فهما نقلوها جوه كده للسبب الحماية والدفاع فطلعت القاهرة عاصمتنا فيها ثلاث مزايا يعني واخدت ثلاث مزايا طبعاً ده حاجة حاجة كويسة جداً حاجة كويسة جداً هي تبقى بتحصل على ثلاث شروط من اختيار الايه العاصمة مع إن يكتفي بحاجة واحد أو عامل واحد طب ممكن عامل كمان آه آخر عامل بقى وآخر عامل ده بيبقى يعني من الصعب تحقيقه إلا في بعض الدول المعينة اسمه إيه العامل الرابع ده اسمه السيادة القومية يعني إيه السيادة القومية يعني أنا ده في دول معينة بيبقى فيها قوميات طبعاً ده مش موجود في مصر عشان كده بنلاقي دايماً الحتة دي صعبة شوية لإن الطالب يستوعبها لإن إحنا كل بلدنا كل الشعب اللي عندنا بيبقى نوعية واحدة وماشها واحدة إحنا كننا أصل عربي وبالتالي ما عندناش قوميات ما عندناش عصبيات عصبيات يعني لما جئنا نختار القاهرة عاصمة محدش يقولك لا إحنا عايزينها في وسط القبيلة بتاعتنا أو في وسط القومية بتاعتنا محدش قال إحنا كلنا فيه اتصال وفيه ترابط وفيه وحدة لغة وفيه وحدة عادات وتقاليد بيننا فإحنا قومية واحدة مازموط فالطالب يقولك يعني إيه قوميات مش قادر يستوعبها لكن فيه دول تانية بتبقى عندها البلد كذا قومية هما هنا في المنهج رحوا مدينا مثال وقالك إن دولة روسيا عندها قوميات وأكتر قومية غالبية اسمها الغالبية السلافية سلافية غالبية غريبة جدا موجودة فين الغالبية دي موجودة في مدينة موسكو فهم اختاروا بص بقى المصادفة بقى اللي عملوها هنا والربط اللي هم عملوها هنا عملوا إيه بقى أستاذ اختاروا موسكو تبقى هي العاصمة عشان فيها الغالبية بتاعتها يعني اختاروا موسكو إن هي تبقى العاصمة عشان فيها الغالبية طب يعني إيه بص هي بتبقى إزاي هنمسح كده بس عشان نوضح بعملوها إزاي مثلا أنا عندي دولة فالدولة موجودة فيها إيه فيها مثلا قومية في المكندة قومية في المكندة والمكندة قومية والمكندة قومية قومية يعني ناس ليهم أصل متشابه ليهم لغة ليهم خصائص تختلف عن الباقي ده جزء ده جزء تلاتة ده جزء وهكذا إما جي إما جي أعمل أعمل اختياري أعمل اختيار العاصمة يقولك دايما سياسيا ومن أجل الحفاظ على الحكم يجب أن تختار العاصمة في وسط الأغلبية السكانية ليه في وسط الأغلبية السكانية عشان هم اللي هيحموا الحكم وهيدفوا عنه يعني دي ناحية سياسية كده جميل فهم هنا لما يجوا يختاروا العاصمة في وسط الغالبية مثلا لو فيه هنا 10% من السكان دول قومية هنا 20% يبقى كده 30 هنا 40% هنا 10% مثلا هنا 20% يبقى كده لما جي أنا أختار القومية أو اختار العاصمة الأنسب من أجل الحفاظ على العاصمة ومن الحاكم أحطها فين؟ يبقى أحطها في مكان اللي هو 40% تبقى العاصمة موجودة في المكان ده لأن المكان ده هيبقى مكان الأغلبية موجودة فهتحافظ على العاصمة وتحافظ على النظام الحاكم في الدولة وده حصل تاريخيا في أماكن كتير جدا تمام يعني حصل في أماكن كتير جدا من الأماكن اللي حصل فيها مثلا في الخلافة الأموية لما جم اختاروا دمشق عاصمة بعدوا عن الكوفة بتاعت علي بن أبي طالب مقر الحكم إيه ده ليه؟ عشان في وسط الأغلبية في وسط أنصاره في وسط مؤيدينه يبقى لما يبقوا في وسط أنصاره ومؤيدينه يبقى بيحافظوا على كرس الحكم وعلى الحاكم ده مش موجود في مصر يبقى أنا كده مصر أو القاهرة بتاعتنا عاصمتنا مش موجود فيها مش موجود فيها العامل اللي هو السيدة القاملة لكن توفر العامل الأول اللي هو عامل التاريخي وتوافر سهولة الوصول وتوافر كمان الحماية الدفاع كده احنا فهمنا إيه؟ أو عرضنا إيه قدامنا دلوقتي؟ احنا عرضنا العوامل الأربعة اللي هم بنختار العاصمة عشانهم جميل خلصنا اختيار العاصمة خلاص اختارنا العاصمة وعملنا بنلاقي بقى فيه نوعين في العواصم بيبدأ يقسم للعواصم اللي في العالم إلى نوعين فيه نوع أنواع العاصمة فيه نوع بيقولوا عليه عواصم أديمة والعواصم الأديمة احنا ممكن نقول أن الأديمة دي هي العواصم اللي ايه؟ التاريخي التاريخي تنفى تنفى عادي يبقى على طول كده أنا وأنا مغمض ممكن أسمع العواصم بتاعت العامل التاريخي ما هي هي؟ يبقى هقول القاهرة وقول روما وقول باريس وقول لندن هم بيسموها ليه عواصم أديمة لأنها مرست مهام ووظيفة العاصمة من فترات ايه؟ طويلة جدا يعني بيقولوها بطريقة تانية يقولك ايه؟ كانت مركز الحكم والإدارة ومركز الاقتصاد ومركز ثقافي من قرون عديدة والقرن طبعا مئة سنة يبقى كإني بقول آلاف الايه؟ السنين ومئات السنين ده نوع ده نوع موجود طيب تعالوا بقى نروح للنوع التاني والنوع التاني اللي احنا بنقول عليه العواصم الحديثة أو ممكن نسميه العواصم الايه؟ المستحدثة المستحدثة يعني ايه عواصم حديثة يعني ايه عواصم مستحدثة؟ فالعواصم الحديثة والمستحدثة أني أنا بنأقي عاصمة أو بعمل عاصمة جديدة بدل الأديمة الأديمة أنقل مكانها يعني؟ بغير بعمل مكان جديد الحتة دي بقى تلاقي دول كتير بتختلف فيها يعني ليه عملت عاصمة جديدة واحد يقولك مثلا لا انا مش عاجبني انها على البحر على السواحل تتعرض لهجمات تخليها جوه زي اللي حصل في تركيا يبقى زي اللي حصل في انقارة خلاص حماية ودفاع ممكن تلاقي دولة تانية لا شايفة انها تنقل عاصمة عشان السكان بقى ازدحام كبير جدا فانقلهم لمكان تاني يخافف الازدحام وده حصل في البرازيل نقلت العاصمة من ريوت جانيرو مع انها على الساحل بعتتها جوه في برازيليا الجو حار بس هم عملوا كده عشان ينقلوا الكسافة السكانية في مكان جديد ده يشبه ان احنا بنعمله ان احنا بنعمل عاصمة ادارية جديدة طبعا وبالتالي انا بعمل انفراجة سكانية بنقل السكان الى مكان جديد طب هو في المنهج عمل ايه راح مديني نموذجين يا مستر راح قال ايه عندك نموذج راح ايه اللي في نموذج موجود في دولة اليابان تمام ان العاصمة الاديمة كان اسمها كيوتو بقى التوكيو وده كان الداخلية يعني جوه اليابان تمام وراحوا عاملين عاصمة حديثة جديدة اسمها توكيو بس دي خارجية يعني على الساحل تمام ومثال تاني راح قيل لي دولة نيجيريا اليابان طبعا عشان الناس تبقى امركيزة دي في قرة اسيا عشان لما نعرض الكلام ده على الخريطة تمام ونيجيريا موجودة في قرة افريقيا طيب ايه بقى دول عملوا ايه كانت العاصمة الاديمة اسمها ليجوس وده كانت ساحلية راحوا نقلوا العاصمة اليابوجة وده داخلية طبعا حضرتك لو مركز كده هتلاقي ايه هتلاقي حاجة غريبة هم هم هما الاتنين نقلوا العاصمة جميل بس واحد نقلها من جوه لعلى الساحل واحد نقلها من الساحل لجوه لجوه طبعا يبقى ده بيفهمني ايه إنه كل واحد بيختار العاصمة حسب احتياجاته هو عايز إيه مش فرقة معاه تبقى على الساحل جوا يعني ده مشي بمبدأ إيه المداخل جوا مشي بمبدأ إيه مشي بمبدأ الحماية وده طب وده لما طلع ببرة مشي بمبدأ إيه مشي بمبدأ سهول سهولة الوصول المهم إنه هو مشي بواحد من المبادئ الأربعة اللي عنه إيه اللي هنخدم معه أكتر افري معه يعني مثلا دولة اليابان لما اختارت توكيو على الساحل هي توكيو دي موجودة من زمان ومركز حضاري بس هم عايزينها تجارة مركز تجارة إن دولة اليابان الطبيعة بتاعتها دولة جزر وفيها مشكلة تدريسية إن جزء الأوسط من الجزر كلها جبال ومرتفعات فما عندهاش مهنة تانية زراعية ما تنفعش الكلام ذا كده فكله بيتجه إلى الساحل يعني الترك السكاني كله على السواحل في دولة اليابان طب ما تيجي نبص كده على خريط اليابان وتعالى نشوف كده دولة اليابان تبقى عاملة ازاي مثلا بسرعة كده نشوف دولة اليابان دولة اليابان مكونة من كزا جزيرة في مجموعة من الدول هتبقى موجودة في الجزء ده هي عبارة عن كزا جزيرة دي جزيرة اسمها هوكايدو ودي جزيرة اسمها هونشو ودي جزيرة اسمها شكوكو ودي اسمها كيوشو كيوشو هونشوكو دي مش بتاعت شكوكو بتاعت نحن تمام تبقى انا ده كده اربع جزر اولا في مشكلة في اليابان انها جزر غير متربطة جغرافيا ودي هندرسها بعد كده في حلقات جاية وهنعرف ان يعني ايه كلمة انها غير متربطة ايه جغرافيا يعني مش متصلة مع بعض تمام تاني مشكلة في دولة اليابان ان تيجي في النص كده تلاقي جبال فالشعب كله بيتجه الى السواحل طب هي سواحلها على ايه سواحلها هنا بحر اليابان وسواحلها في المكان ده المحيط الهادي اه يعني هي دولة جزرية دولة جزرية مجزاة طيب فين كيوشو اللي احنا بنتكلم عنها كيوشو دي كانت جوه هنا رحوا عملوا ايه اختاروا العاصمة تبقى كده تبقى توكيو كده تمام يبقى كده خرجوا على السحل اه في مدينتين برضو كده موجودين عندنا في الخريطة بتاع الكتاب المدرسة بيقولك مدينتين هنا اللي هما سقط عليهم القنابل النووية في الحرب العالمية ليه هي روشيما روشيما ونجازاكي ايوه طبعا هنا انا عندي كوريا الشمالية وهنا هتبقى كوريا الايه الجنوبية موجودة في المكان ده كدول وعندي هنا دولة روسيا ووراهم هنا دولة الايه الصين يعني ده بسرعة كده وبساطة دي خريطة دولة الايه اليابان وطبعا احنا خدنا بدنا ان كانت فين وبقت فين طب هي اخر حاجة بقى نتكلم عنها قبل من اشتغل على الخريطة هو العاصمة خلاص كل اهتمام الدولة הגعاة کده احتمام الدولة هيبقى في العاصمة، وما فيش حتة مهمة تانية جوة دولة؟ يعني خلاص كده ما عنديش حاجة مهمة تانية؟ مفيش؟ لا طبعا فيه مين قال إن أهم حاجة العاصمة مفيش حاجة تانية؟ لا فيه مناطق مهمة تانية جوه الدولة ومناطق المهمة التانية اللي جوه الدولة هم بيطلقوا عليها لفظ قلب الدولة يعني يقولك إيه؟ الدولة لها قلب القلب ده ممكن يبقى زي إيه؟ ممكن يبقى قلب اقتصادي يعني تبقى فيه المصانع والشركات والمزارع كل بيزنس بتاع الدولة والقوة الاقتصادية طبعا فيه حاجة زي كده فيه فيه مثلا دولة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية عندهم منطقة اقتصادية اسمها منطقة البحيرات العظمة اللي هي بين الولايات وبين كندا ده قلب اقتصادي يبقى مثلا عندهم واشنطن العاصمة بس فيه البحيرات العظمة اللي فيها شيكاغو والمنطقة دي مهمة قال لها أهمية هي مش زي عاصمة بس مهمة بره ماشي؟ ممكن يبقى القلب سياسي يعني ايه سياسي؟ يعني حطين فيه كل الوزارات والهيئات السياسية والملكة السقافية زي القاهرة ايه ده؟ بس مش القاهرة العاصمة لا القاهرة الكبرى طب هو فيه فرق بين القاهرة والقاهرة الكبرى؟ طبعا فيه فرق القاهرة العاصمة بس المدينة القاهرة بس لكن القاهرة الكبرى يبقى أنا في القاهرة الكبرى عندي حاجة تانية اللي هي القاهرة وأجزاء من محافظة الجيزة وأجزاء من محافظة الأليوبية طبعا أنا كطالب عادي كده عايز أعرف ببساطة ببساطة خط المترو ماشي في القاهرة الكبرى يبقى بادئ من شبر الخيمة ورايح لحدود مناطق في فصل والهرم والمناطق اللي كلها والدقي يبقى ده معانا في القاهرة الكبرى وكمان طبعا مخكل لمحافظة القاهرة وطبعا ممكن نلاقي هيئات واهتمام في الأمكان دي طيب عندي حاجة تانية عندي قلب ديني وده مهم لنا كلنا كمسلمين اللي هو مكة المكرمة وده موجودة في دولة السعودية سؤال بقى لو ميجي يقول لي مثلا إيه القلب الديني هو دولة السعودية قولوا العبارة غلط القلب الديني هي مكة طيب القلب السياسي مصر لا القلب السياسي القاهرة القاهرة طيب القلب الاقتصادي الولايات كلها؟ لا مش كل الولايات منطقة الايه؟ المحارات الرغز في قلبي بقى أخير هو قلب سكاني والقلب السكاني اني أنا مثلا دولة عندي دولة زي دولة أفغانستان فدولة أفغانستان الجزء الشمالي والجزء الشرقي منها هو أكتر تركز سكاني في الدولة يعني الدولة كلها شبه فضية والسكان كلهم يعني في مكان دولة يبدأ بيسموه قلب ايه؟ سكاني قلب سكاني لأن التركز كله في مناطق الشمالية والشرقية من أفغانستان يبقى كده أنا عندي أربع أنواع قلب هل يقدر أستغنى عن العاصمة؟ مقدرش طيب القلب ده ايه؟ مكان تاني مهم جوا الدولة مكان ليه أهمية تانية قد يكون اقتصادي أو سياسي أو ديني أو سكاني تمام استاذي الحضرك في فاصل قصير يا مستر؟ فضل فاصل قصير تميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء طبقا للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مراجعة نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء ورجعنا لكم بعد الفواصل مع مستر خالد عثمان اتفاضل مستر هنطبق دلوقتي مع الخريطة هنبدأ نشوف بقى اللي احنا تعلمناه موجود فين يعني مثلا احنا قلنا العوامل أو العواصم التاريخية أو العامل التاريخي التاريخي يبقى أنا لما شاور على مصر كده يبقى هنا عامل تاريخي والعاصمة اللي هي ايه؟ القاهرة شاورت على دولة فرنسا يبقى أنا عندي بريس شاورت على دولة انجلترا أو بريطانيا العاصمة هتبقى أنا هتبقى ايه؟ لندن عندي جوه ايطاليا يبقى روما يبقى دي العواصم التاريخية وكده عرفتنا اماكنها كويس جدا عندي احنا قلنا ان فيه سهولة وصول زي مدريد اللي هي موجودة في اسبانيا يبقى أنا كده عندي مدريد وعندي الخرطوم اللي هي جوه دولة الايه؟ السودان السودان وعندي نواكشوت على الساحل في موريتانيا يبقى دول تلاتة ايه؟ سهولة وصول تمام العامل اللي بعده اللي هو كان الحماية والدفاع فاحنا قلنا انقرة وكده تبقى انقرة جوه دولة تركية ده عامل احنا بنقول عليه حماية وايه؟ ودفاع تنفع معايا القاهرة زي ما قلنا لانها جوه برضه السيادة القومية السيادة القومية موسكو اللي هي جوه روسلا ممكن واحد يقول لي طبعا موسكو كده جوه برضه يبقى كده موسكو ممكن ينطبق عليها حماية وايه؟ ودفاع لان خلاص ما احنا اي مبدأ الحماية والايه؟ ودفاع ينطبق عليها خدنا برضه من ضمن الحاجة اللي هي العواصم المستحدثة الجديدة فكانت توكيو توكيو في دولة اليابان زي ما قلنا يبقى كده قدي اليابان موجودة فينا هي وتوكيو ولقينا ان في عندنا في نيجيريا عاصمة هتبقى موجودة جوه كده اللي اسمها أبوغا هتبقى موجودة جوه كده جوه دولة ايه؟ نيجيريا اسمها أبوغا بدل العاصمة اللي كانت على السحل القلب قلنا ان فيه قلب اقتصادي وهو منطقة البحيرات الأغاظمة اهه اللي هي موجودة مبين دولة كندا موجودة مبين دولة الولايات يبقى المنطقة دي ده قلب اقتصادي مم منطقة قلب سياسي القاهرة القاهرة الكبرى منطقة قلب ديني اللي هي منطقة مكة المكرمة في دولة السعودية يبقى يشاور كده على دولة السعودية بيقول لي قلب ديني يا مكة المقرمة منطقة أفغانستان أو دولة أفغانستان دولة أفغانستان دي دولة حبيثة موجودة في قارة أسيا يبقى لو شاور على شمال وشرق دولة أفغانستان هتبقى القلب السكان جميل نتنين دلوقتي للأسئلة مع بعض والتدريبات فاضل يا مصر نستاذي المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا الصفحة رقم واحد من الأسئلة اللي مصر خالد نجهز لنا الصفحة الأولى السؤال الأول يقول لي تتميز دولة تتميز مدينة روما وباريس بأهميتها طبعا روما وباريس كانت الأهمية لإيه يبقى الأهمية التاريخية تتميز توكيو تتميز توكيو بالعامل توكيو دي كانت موجودة فين موجودة على البحر يبقى سهولة الوصول تتميز العاصمة أبوغا تبقى أبوغا جوة يبقى جوة تبقى حماية ودفاع عايز أختار مدينة من دول فيها العاملين فيها الحماية والدفاع وفيها سلطة الوصول تتلع طبعا القاهرة القاهرة عاصمتنا الجميلة صفحة تانية بعد إذنك صفحة تانية من العواصم المستحدثة عاصمة دولة أنا عايز اسم الدولة اللي فيها العاصمة المستحدثة طبعا تبقى دولة اليابان طبعا عشان فيها توكيو نمرة ستة عندما كانت الأسكندرية عاصمة لمصر كانت تتمثل في إيه يعني أسكندرية لما كانت عاصمة كانت فيها إيه كانت فيها سهولة الوصول تتميز عاصمة أسبانيا بإيه عاصمة أسبانيا جوة يبقى الحماية والدفاع وبرضو موجودة عندنا في المنهج سهولة إيه الوصول فأنا باختار الأصح اللي هو في المنهج عندي اللي هو سهولة الوصول الغالبية السلافية موجودة في مدينة موسكو اللي هي تبع دولة روسيا روسيا عاصمة موريتانيا صفحة رقم ثلاثة طبعا عاصمة موريتانيا تتميز بعامل موريتانيا موريتانيا عاصمتها على البحر يبقى سهولة وصول سهولة وصول مكة المكرمة قلب ديني طبعا تعتبر مدينة إيه القلب وعاصمة في نفس الوقت طبعا القاهرة لأن احنا خدنا القاهرة عاصمة وخدناها في القلب السياسي كمان مزبوط تحاول الدولة أن تكون عاصمتها بعيدة عن الحدود بعيدة عن الحدود يبقى من اللي بعيدة هنا أنقرة لأنهم دخلوها لجوه صفحة رقم أربعة اختيار أننا حط كلمة صواب أو خطأ فبيقول لي تم اختيار كثير من العواصم على ضوء سهولة الاتصال بين العاصمة وواقع مناطق الدولة طبعا العبارة صح تعد العاصمة ضابط إيقاع لكل أجزاء الدولة طبعا هي ضابط إيقاع لأن دي أول وظيفة لها يتم اختيار مدينة ما أو عاصمة للدولة بناء على عدة عوامل فأنا بقول له العبارة صح صحيح لأنه عندي أربعة عوامل صفحة رقم خمسة العاصمة هي المدينة الأولى ويجب أن تكون أكتر المدن سكانا طبعا صح فيها تلك السكاني سؤال اللي بعده متشابه برضو أنه بيقول العاصمة هي المدينة الأولى في الدولة من ناحية السكان باستمرار طبعا صح صح صفحة رقم ستة في آخر صفحة احنا عاملين التدريب بالنظام الجديد والنظام الجديد في التدريب أنه أنا ممكن أكتب الرقم اللي بيدل على السؤال جميل عاصمة مستحدثة أسيوية هدور كده هلأي رقم واحد هي العاصمة المستحدثة اللي هي طبعا توكيو ما بكتبشه توكيو بكتب الرقم طبعا عاصمة مستحدثة إفريقية طبعا رقم أربعة ليه لأنه هي نيجيريا اللي هي عند نيجيريا اللي هي طبعا أبو جا مظهور عاصمة تاريخية إفريقية رقم خمسة اللي هي القاهرة اللي مشاورة على مصر هنا طبعا عاصمة تاريخية فرنسية باريس يبقى باريس اللي هي رقم 11 طبعا عاصمة ساحلية إفريقية يبقى رقم 7 اللي هي هتبقى على نواكشوت عشان تبقى موريتانيا عاصمة نهرية لأنها على النهر أنا بيضور على الخرطوم يبقى الخرطوم هتبقى رقم 8 عاصمة قومية أسيوية بتاعت موسكو دي بدور عليها ألاقيتها رقم 10 بعد كده عندي قلب سياسي وعاصمة برضو رقم 5 يبقى سؤالين سؤالين على نفس الرقم بعد كده قلب اقتصادي فلاقيت قلب اقتصادي دورت عليه لقيته بين كندا والولايات اللي هو رقم 6 تمام قلب ديني طمعا مكة عادت أدور زي 9 روح تبطلع رقم 9 قلب سكاني رقم 12 لأنه مشاور على أفغانستاني بدي طريقة جديدة لم يكتبش أسامي الأماكن فدور على الرقم اللي بيدل على السؤال وده من ضمن الأسئلة في النظام الجديد تمام شاء الله عليك مستر حلقة من حلقات الممتعة لو في عندك أي رسال سريعة للطلبة بتاعتك يعني الحقيقة هم طبعا شافوا دلوقتي النظام الجديد وشافوا الطريقة والتفسير والأسئلة أهم حاجة أن إحنا بنذاكر يعني فيه دايما مقولة بتقول إحنا ما بنذاكرش لا لازم أذاكر عشان أعرف أحل وأعرف أفسر وأعرف أطلع الإجابة السليمة من الأسئلة لازم أكون عندي وعي ومذاكرة وإراية والخريطة هي دي أهم حاجة عندي لأن طبعا زي ما حدك شفت دلوقتي إنه ممكن يجي أمثلة تانية وحاجات تانية وأمثلة مختلفة ويربطها بالخريط ومش اللي في الكتاب وده الطريقة الجديدة إنه هو عايز الطالب ياخد نموذج ويدور على نمازج تانية يوربط الأحناس ببعض يوربط ببعض عشان يقدر يستوعب ما يبقاش آلة للحفظ بس جميل جدا شرفتنا أمستر خالد سعيد مع عامكم إن شاء الله شكرا شكرا من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافيا علم النفس والاجتماع والفلسفة والمطن الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مرايقات نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا ثمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح